طلو الصف الاول السانوي. حنتكلم سوا او حنشرح سوا ان شاء الله منهج آآ الفرانساوي. حننزله على هيئة آآ دروس منفصلة كده بالاجزرسيس بتاعتها. فتابعوني ان شاء الله وتلاقوا استفادة. وطبعا لو حد محتاج اي سؤال او اي آآ عنده اي مع استفسار يعني يقدر يتفضل وانا ان شاء الله حاجة. عندنا اول لسون بيتكلم جايب آآ قدامي آآ المقسمة لنور مسكلان يعني الاسماء المذكرة والنور يعني الاسماء اللي هي المؤنثة. عندي كمان بيقول آآ حاطت كده آآ اختكل يعني قبل الاسم اللي انا حشوف آآ او حشوف فانا مش فاهم ايه آآ وايه هي آآ زيها زي اللي هو الاسم النكرة في العربي يعني ملوش معنى. ولكن ليه وظيفة? ايه الوظيفة? ان انا حعرف ان الاسم اللي قدامي ده مسكلان. استفيد ايه? هستفيد كتير ان انا حعرف بعد كده احط اداة استفهم شكلها ايه? او احط الاختيك لشكلها ايه? بس ابقى عارف ان ده نون ايه مسكلان. او ان هو نون في ميناء من خلال ان انا حلاقي كلمة اون قبله. تمام? آآ عندي كمان حشوف وانا ماشي كده. حشوف ل. ل. ل دي زيها زي الان. ان هي بتيجي مع المسكلان ولكن ل معناها زي الالف والام كده انا راب يعني اداة معرفة. ال فانا حقول ال. انما الان مثلا يعني ولد. انما يعني الولد. ده كده معلومة صغننة عن الاختيك. اوكي? حنبدأ نقرأ بقى الفوكابلور وحكرر بروح علشان لو واحد direktge حبب بنrsو يقول معي. عند게요 دعسي الموكابلور هم غرفن عارف ان كلمة شهد grown من الز割 يشهد بعديpipe زي او كلمة زي 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 جه un professeur un jeu un jeu un cahier un cahier un sport un sport un nom un nom un prénom un un prénom un âge un âge un âge un âge un âge un nombre un nombre un an il est comme un personnage un personnage un camarade un camarade un élève un élève un frère un frère un jeune un jeune loi chef un chiffre un chiffre yannir comme un chiffre chiffre yannir comme un des vocabulaire elle féminin une fille une fille une camarade une camarade une élève une élève un 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 كامل ترجمة نانسي قنقر 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 يعني عندي اول حاجة خالص في الفراز بتكون موجودة عندي الجملة هو بشرح لي عندي الجملة بتاعتي بتتكون من السوجة اللي هو الفاعل والفعل والمفعول يعني مثلا زي كده اللي هي مثلا فاعل مثلا يعني اي حاجة بقى يبقى يفاعل وفاعل ومفعول نفس الحكاية عندي هيقسم هالي بقى جزئية جزئية كده علشان اكون عارف ايه هو مسلا السوجة مين هم آآ بخنون دوسوجة ضمائر الفاعل الموجودة عندي عندي أنا اوكي هوا جايب لي لما تكون ضمير ودي مهمة لما يكون اللي هو بخنون ضمير لازم اعرفهم عندي جو بمعنى أنا تُّ أنت أو أنتِ إِل بمعنى هو أَل بمعنى هيا جو تُّ إِل أَل جو تُّ إِل أَل نُون يعني نحن فُو انتم إِل أَل أَل هُم للبلُوريَل مسكلن يعني جامع المذكّر وإِل أَل 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 كمان ان انا ممكن الاقي اسم يعني ممكن يبقى ضمير وممكن الاقي اسم الاسم عندي بيقول ان هو ممكن يكون حاجة اه مشترك يعني يعني ايه مشترك يعني مسلا اقول اه تلميز صديق شجرة كتاب وهكذا او ممكن يكون باسم مسلا عالم يعني اسم اشخاص اسم دول اسم بلاد اسم كتب تمام يعني ممكن يبقى حاجة في العموم كده وممكن حاجة محددة باسم بقى مدينة او دولة او اسم شخص فهي الفاعل بينقسم عندي انا ممكن يبقى اسم او ممكن يبقى ضمير ياما نان ياما بخونان بيقول عندي كده شوية بقى ايه ملاحظات على البخونان اللي عندي اوكي يعني بيقول لي ان انا عندي البخونان اللي هو كده ج بيقول لي ممكن اشوفه ج كده لو الفورب اللي جاي بعده يعني بادئ بالويل زي مسلا ما هو هنا ايه اللي جام جام يعني انا احب جام فهي حزفنا الا منها خطينا ابوستروف عشان الفورب كوموس بار فيويل يعني بادئ بالا بادئ بحرف فيويل يبقى لما شوفها جاي ابوستروف كده اعرف ان الفورب كان فيها فيويل وانا حزفته سوري حرفت اعرفت ان الفورب بادئ بفيويل علشان كده انا حزفت الا الفجو بيقول لي ان ضمائر الغائب اللي هي دي ممكن اشيل الاسم وخطه اسم بقى عاقل او غير عاقل مش هتفرق معي بمعنى ان انا ممكن اشيل اي اسم قدامي واستخدم مكانه يا اما يا اما ال يا اما الافك اس او الافك اس يعني مسلا لو قلت القلم اوكي القلم يعني مسلا ليستيلو عايزة اشيله بدل ما اقول القلم اقول مسلا هو يبقى استخدم ال عادي طيب عايزة اقول البنت فبدل ما اقرر البنت فانا ممكن اقول ال اوكي يبقى هي سواء كان عاقل او غير عاقل بيقول اني الا بتستخدم مكان فاعل مفرد مسكولون ومذكر يعني ال للمؤنس ايه الافك اس لو هو جمع مذكر وكمان بيقول لي ايه الافك اس لو عندي مذكر ومؤنس يعني ايه يعني مسلا عندي علي ايه مونة ولد وبنت احط هم ايه الافك اس ولا هن الافك اس قال لي في الحالة دي طالما انا عندي الافك اس لازم استخدم يبقى لو عندي ولد وبنت الولد يكسب بمعنى ان انا بحط الضمير للولد اللي هو وبعدين احط له اس عشان هما اتنين يبقى كده واحط الاس عشان هما طيب نشوف بقى اللي هو جايبها بيقول ايه عادل او لس بور فحشلها وحط مكانها ايل مسلا جولي او كمان كلمة لا كولير معناها اللون ما احنا اتفقنا سواء كان عاقل او غير عاقل طيب علي ايه سامي ولدين اهم او كلمة ليه جارسون الاولاد فانا ممكن احط وحط مكانها الافك اس عندي كلمة علي ايه مونة اتفقنا لو ولد وبنت الولد يكسب فانا احط الافك اس مونة وهدى او ليه في البنات فانا احط الافك اس عندي معلومة تانية بيقول لي لو لقيت اسمه معاها مو بستخدم نو يعني ايه يعني علي ايه مو اتفقنا ان مو بمعنى انا مو بمعنى انا يبقى لو عالي وانا انا غاب كده معناها نحن طب يعني ايه نحن يعني نو يبقى لو شفت مو احط نو اسمه مو احط نو طيب امال امتى احط له لو لقيت الاسم ومعها تواء تواء اللي هي معناها انت تواء بمعنى انت يبقى لو فيه نو معاه مو احط نو طب في اسمه معاه تواء تواء بمعنى انت تواء بمعنى انت فانا خط فو بمعنى انتم. فو بمعنى انتم. اوكي كده. طيب تمام. هو كتيب لي تحت كده. تعالوا نشوفو. بيقول عرفت ان هي منين ان هي اه مسكلون او ان انا حقدر احدد منها ان هي مسكلون ولا فمنا. فمنا من الارتكل. اتفقنا ان الان للولد. يبقى انا هاختار ال. اللي بعدها يوسف اسامي اتنين ولاد فانا هاخد ال واللي معها اس علشان هي. جمع. اتفقنا ان الان للفمنا. فبالتالي انا هستخدم ال عشان هي واحدة بس. طيب اللي بعده معناها اخت. فانا برضو هيخد ال علشان ان وزن معناها جار. فهو واحد بس ومسكلون فانا هيخد ال. اعرفت ان هو معناها ولد. وعرفت ان هي مسكلون من المعنى ومن الارتكل. فانا هاختار ال. عندي كمان لا مير. اللي اتفقنا ان انا عندي ل. ايه للولد. او للمسكلون. لا بقى للفمنا. وكلمة مير يعني ام. لا مير الام. فانا هاختار ال. او كل بعضو دول اسامي بنات. فانا اختار ال. افك اس. ان بروفسور معناها مدرس. فانا هيخد ال. اون كلاس. اون كلاس يعني فصله هي فمنا. فانا هيخد ال. ال. اون في بنت فانا هيخد ال. ان دوسان. دوسان اللي معناها رسمة. اوكي. فانا هيخد ال. يبقى اي حاجة فمنا. هيخد لو هي واحدة بس. هيخد ال. ولو هي مسكلون فانا هيخد ال. لو هم جمعوا مؤنس فانا هيخد ال افك اس. ولو هو جمع اه مسكلون فانا هيخد ال افك اس. اوكي. ولو كمان ولد وبنت يقولنا الولد بيكسب. ففي الحالة دي انا حيخد اي اي افك اس. اوكي. كمان عندي اكزرسيس كمان اهو. نفس الفكرة اوكي. يعني بيقول اه ملك اي ردوة. ملك وردوة. ف بتاعتي حتكون ال افك اس. اللي بعدها مادام مها. مادام مها. فانا هيخد ال. ان درابو. درابو يعني عالم وعرفت ان هو مسكلون من ان فانا هيخد ال. عندي سيف اي توى. قلت توى تاخد فو. سيف وانت. بكلمك كده بقولك سيف. وانت او سيف وانتي. اللي بعايز اقول انتم تبقى فو. اللي بعدها جمال حتكون ال. ميسيو فادي. فادي. ميسيو فادي. ال. واحد مسكلون فانا اخدت معيها. ال. جون اي بيار. اتنين مسكلون فانا هيخد ال افك اس. لفي. لجرسون. ولاد وبنات. او الولاد والبنات. هناخد هنا البلوريال اللي هي ال افك اس. قلنا الولاد تكسب اولو حتى ولد واحد الولد يكسب. ان لسيو هتاخد ال. حتى لو انا مش عارف المعنى. الاختكل بتساعدني. الان للولد. والان للبنت. او للفامنا. دي كوبين دي دي للبلوريال. اوكي. مش هعرف بقى هي الكلمة مسكلن ولا فامنا. الا من خلال حفزي. هي ال افك اس. لان كوبين فامنا. وبكده يكون اه في الفيديو ده انتهى. هكمل لكم ان شاء الله يباقي اه الدروس. هنتكلم المرة الجاية في اللي نابر لكم. وهنكمل ان شاء الله شرح. تابوروني. تابوروني. تابوروني.